بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع العدد 2 العدد 2 قبل أن أبدأ لابد أن أذكر بأداب الدراسة عن بود أو القوانين التي لابد أن نتبعها أثناء الحصة الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بيد الحصة الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يستطيع مساعدتك عند الحاجة سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ أهم شيء أحد كبير بجنبك عشان يساعدك عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك أيضا نبدأ بالعناوين أو الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها هناك الهدف العام أن يتعرف الطالب على الأدد 2 أما الأهداف الخاصة بدرس اليوم وهي أن يكرر الطالب الأدد 2 خلف المعلمة ثم يسمي العدد 2 أيضا يميزه من بين مجموعة من عدة أعداد ثم يضع المدلول المناسب للعدد 2 أما الهدف الأخير وهو الهدف رقم 5 أن يرتب الطالب والطالب الأعداد من 1 إلى 2 بالتسلسل ويعرف مكانها طيب نبدأ بهذه الصورة لشكل العدد ما اسمه هذا العدد أخذناه سابقا وتعرفنا على اسمه ما اسم هذا العدد أحسنتم 2 وأخذناه أيضا في قصة أحمد عندما ذهب المكتبة واشترى مجموعة من الأدوات المكتبية عددها 2 شرى أقلام رصاص وكتب ودفاتر وأقلام زرقاء كلها كان عددها 2 وهذا هو شكله طبعا العدد 2 يكتب بطريقتين إما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة هذا هو شكل العدد 2 طيب شوف عندنا هذا النشاط لون الفراولة حسب مدلول العدد 2 عندي مجموعة من قطع الفراولة الفراولة إيش اللونها؟ هل هو أصفر ولا أحمر لون الفراولة؟ أحسنتم أحمر إذن سأستخدم اللون الأحمر سأستخدم اللون الأحمر لتلوين الفراولة طيب شيء يمثل مدلول العدد 2 إذن لابد أن أعد الفراولة التي سأقوم بتلوينها ما رأيكم أن أعد الآن أنا وأنتم؟ واحد اثنان وأتوقف لأن هذا هو الذي يمثل مدلول العدد 2 هذا هو شكل العدد 2 إذن سأقوم بتلوين قطعتين من الفراولة قطعتين من الفراولة سألونها باللون الأحمر لأن دائماً الفراولة يكون لونها أحمر أحياناً يكون فيها شوي من الخضار لكن بشكل العام لون الفراولة أحمر ودائماً نحاول لما نجي نلون أنه لا نخرج عن حدود الصورة هذا أول قطعة من الفراولة التي تمثل العدد 1 كونناها بالأحمر اللي هو لون الفراولة الآن سأنتقل للقطعة الثانية التي تمثل مدلول العدد 2 طيب الحين انتهينا من العدد 1 هذه أول قطعة للفراولة تمثل العدد 1 ننتقل للقطعة الثانية التي تمثل مدلول العدد 2 أيضاً سألونها بالأحمر هذه لون الفراولة لونها أحمر أبدأ ألون المدلول الثاني إذن أنا هنا مثلت مدلول العدد 2 كلنا نكرر خلف المعلمة 2 أحسنتم يا أبطال قربنا على الانتهاء من تلوين مدلول العدد 2 إذن هنا لوننا الفراولة التي تمثل مدلول العدد 2 باللون الأحمر ننتقل لشيء آخر اللي هو التدرب على كتابة العدد 2 دائماً في الكتابة سواء الأرقام أو الحروف أو الأشكال الهندسية كلها لا بد أن تمر بثلاثة مراحل اللي هي مرحلة الخط الملون العريض مرحلة النقاط مرحلة الاستقلال ما المقصود بمرحلة الخط الملون العريض أن يكون العدد مكتوب بخط كبير وبلون مختلف عن اللون اللي بيستخدم الطالب يعني مثل لون أحمر أخضر إذا كان الطالب يستخدم لون القلم الرصاص العادي اللي هو اللون الأسود إذن أنا الآن سأطبق طريقة الكتابة باستخدام الخط الملون العريض في هذا النموذج لازم يكون فيه نموذجين نموذج لولي الأمر ونموذج للطالب في البداية يبدأ ولي الأمر بكتابة العدد على العدد 2 المكتوب بالخط الملون العريض ويطبق أمام الطالب حتى يعرف الطالب ما هو مطلوب منه إذن هذا ما يقصد بالنمذجة النمذجة أن ولي الأمر يطبق والطالب يشاهد ثم يأتي دور الطالب ليطبق مثل العمل الذي قام به ولي الأمر حتى يفهم المطلوب منه إذن هذا هو العدد 2 سأكتب فوق هذا العدد هذه هي الطريقة بإمكاني أغير شكل العدد بهذه الطريقة بهذه الطريقة وأيضا يتدرب عليها عساس يعرف أنه الرقم 2 يكتب بطريقتان هكذا أو هذه الطريقة هذه أول مرحلة مرحلة الخط الملون العريض إذا أنجزها من أول مرحلة خلاص أغير النموذج وأبدأ بمرحلة النقاط اللي هي النقطة الخضراء للبداية النقطة الصفراء للتوقف عشان الانحناءات والنقطة الحمراء للتوقف إذن سأبدأ بوضع القلم على أول نقطة خضراء ثم أبدأ بالتوجه إلى النقطة الصفراء وأتوقف ثم أنزل حتى النقطة الحمراء وأتوقف إما بهذه الطريقة أو أني أزيد نقطة الصفراء هنا حتى أمثل العدد 2 يعني بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة هذه بالنسبة للنقاط المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الاستقلال أني أحط مدلول يمثل العدد أسألة عن عدد الدوائر كم عددها 2 طيب يلا خلنا نكتب العدد 2 على الورقة ويبدأ الطالب الآن سأبدأ بكتابة العدد 2 على الجدول دائما نحاول أن يكون الخط مرتب بحجم معقول وداخل الجدول ما يطلع بره الجدول هنا العدد 2 يعني أدربه بهذه الطريقة أو حتى لو كتب بهذه الطريقة مقبولة لأن هذا هو شكل العدد 2 إذن أدربه أفضل شيء على الطريقتين عساس أنه لو يتعرض لشكل العدد 2 بهذه الطريقة يكون عارف أنه نفس العدد هذا 2 وهذا أيضا 2 إذن ثلاثة مراحل مرحلة الخط الملول عريض مرحلة النقاط ومرحلة الاستقلال كل مرحلة لا بد أن يكون ولي الأمر هو النموذج أمام الطالب حيث أنه يطبق المرحلة إذا أنجزها أنتقل بالمرحلة الثانية إذا ما أنجز أستمر بالتدريب على نفس المرحلة ولا أنتقل إلى مرحلة الأخيرة حتى يتمكن من المرحلة التي تسبقها طيب في أشياء أخرى أنا أقدر أطبقها مع الطالب وهو يدرب على الكتابة إما باستخدام الرمل أنه أجيب لحوض وحط فيه رمل ويبدأ الطالب يرسم داخل هذا الحوض بالرمل هذا من الأنشطة الترفيهية يعني ما أعتبرنا هنا تعليمية أكثر من هي ترفيهية يمبسط فيها الطالب لأنه قاعد يلعب بالرمل أيضا السلصال أقدر أمثل شكل العدد باستخدام السلصال أو الأوراق الملونة وفي طريقة أخرى أني مثلا أمثل شكل العدد 2 بهذه الطريقة وأطلب من الطالب أن يلون داخل حدود الصورة عشان يعرف ويتعرض لشكله إما بهذا الشكل أو بالطريقة الثانية لكتابة العدد 2 أن يلون داخل حدود الصورة بهذه الطريقة عشان يعرف إنحناءات العدد 2 وفي نفس الوقت أن تقعد دربع على التلوين داخل حدود الصورة إذا كان متمكن ما أحط حدود على العدد 2 إذا كان الطالب يحتاج تدريب بإمكاني أن أضع الصمخ حولين العدد بحيث أنه يحد من حركة الطالب أثناء التلوين هذا من الطرق التي أستخدمها أثناء تدريب الطالب على كتابة العدد 2 ننتقل لشيء آخر اللي هو كتابة الأعداد بالتسلسل بما أنه أخذ العدد 1 نكتب خط أعداد ونطلب من الطالب أن يكتب الأعداد التي تعرض لها اللي هي الواحد والاثنان دائما في خط الأعداد في البداية أضع أي عدد؟ أحسنتم العدد 1 العدد 1 ثم يليه العدد 2 إما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة كلها صحيحة كلها صحيحة دائما يدرب أن العدد 1 هو الذي يأتي في المقدمة يليه العدد 2 أكتب به الطريقة هذه أو الطريقة هذه كلها صحيحة طيب أكتب العدد الذي يمثل كل صورة عندي صورتين فيها فراش طبعا يختلف عدد الفراش في كل صورة الصورة الأولى هذه أريد أن أعد عدد الفراشات الموجودة داخل هذه الصورة كم تشوفون من فراشة؟ فراشة واحدة فقط إذن العدد اللي بيمثل هذه الصورة هو العدد 1 هو العدد 1 أما الصورة الثانية فالعدد الذي يمثلها ما هو؟ 1 2 1 2 إذن العدد اللي يمثلها هو العدد 2 هو العدد 2 إذن في هذه الصورة العدد 1 وفي هذه الصورة العدد 2 ننتقل لشريحة أخرى صل الرموز بالعدد المناسب لها عندي مجموعة من الرموز اللي هي الدوائر التي تدل على العدد يعني مثلا هذه تدل على العدد 1 لأن الدائرة الموجودة فيها فقط واحدة إذن سأوصلها بالعدد 1 طيب هنا كم دائرة واحد اثنان إذن العدد المناسب لها ما هو؟ أحسنتم العدد 2 هذا هو العدد 2 طيب مرة أخرى كم دائرة هنا؟ واحدة إذن العدد المناسب لها ما هو؟ واحد أحسنتم يا أبطال أما هذه الصورة تمثل أي مدلول العدد 2 لأن عندي دائرتين إذن أوصلها مع العدد 2 بهذه الطريقة الآن جاء الدور الوسائل ممكن أستخدمها مع الطالب لتمثيل العدد 2 إما أن يستخدم هذه البطاقات لتمثيل العدد 2 وأضعها مع بطاقات أخرى مثل هذه البطاقة وأطلب من الطالب أن يستخرج لي البطاقة التي تمثل العدد 2 أين هي؟ أحسنتم هذه هي البطاقة التي تمثل العدد 2 من خلال استخدام الأصابع أو من خلال استخدام المجسم أني أرفع مثلا أصبعين من الأصابع لتمثل مدلول العدد 2 مدلول العدد 2 طيب أيضا من الأشياء الممكن نستخدمها اللي هي مثل هذه اللوحة مثل هذه اللوحة لاحظوا مثلا أول بطاقة يوجد بها دائرة واحدة إذن العدد المناسب لها ما هو؟ أحسنتم العدد 1 طيب هنا عندي كم دائرة؟ 1 2 إذن العدد المناسب لها ما هو؟ العدد 2 بإمكاني بعدين أعرض الطالب لبقية البطاقات لأنه ما بعد تعرض لها ولا درسها فأعرض فقط مثلا على البطاقتين بإمكاني حطها على لوح أساس استخدمها أكثر مع العداد الثانية أو أستخدم فقط البطاقتين اللي تدرب عليها اللي هي العدد واحد والعدد 2 هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون مفيد لكم أعزائي طلاب والطالبات كانت معكم معلمة أمن التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر